اشتركوا في القناة مفعمة بالتحديات مفعمة بالأحداث مفعمة بكل الأمور بس ما يبين عليك ما شاء الله بابو بطي الله يعوض كادر في عندك شيء مثل طاقة من أول يوم تلاقينا فيها أنا وانت عند بخالد صحيح في الخواني جناك صحيح صحيح أن الجو كان غيره هناك براد مورين هالضو خلصين هالعشاء الفنان الله وحين رطوبة بس ما شاء الله عليك عندك أنيرجي وعندك طاقة كل اللي حولك ينجذب لهاي الطاقة الله يطول عملك يا بابو عبدالعزيز مم جاملة ترى والله إذاك الله خير بالعكس أنا مم جيداً أنا مم جداً ومم جداً صراحة أنا نحن بك هذا الصدق سبحان الله نعم من رب العالمين سبحان الله كل اللي عليه الواحد انه ممكن تكلمنا قبل يمضي في هاي التحديات يعيش حياته لتجب أن تتعلم في حياة هناك تتعلم في حياة إذا أنت بتي على كل تتعلم ستعلم أنا لأسفل أنا لا أستطيع أن أكمل ستعلم دائماً في تحديات تحديات صغيرة تحديات كبيرة ساعات تقول لماذا أنا يشتويلي إذا أنت لا تعرف أصلاً غيرك ما هي التحديات التي يمر فيها صحيح أنت تقارن نشوف مشاكل الناس الثانية وتحدياتهم تقول أنا لدي ولا شيء ولا شيء الباقروند ما لك من حيث الدراسة شو دارس أبو بطي؟ هذه قصة طويلة يا أبو عبد العزيز والنحن اليوم نسمع القصة اليوم الله يسلمك بداية الدراسة كانت في 2012 اللي هي بداية الدراسة قصدي البكالوريوس تخرجت من العين في 2001 وتم ابتعاثنا بفضل الله إلى إيرلندا لدراسة الطب ما شاء الله هذا في بداية المشوى قبل المطابلة تقول لي هذه المعلومة قلت لك قلت لي محمد يسجل بعدين أنا ما كنت تعرف هذه المعلومة هذه قبل الحين أقول لكم معها وهذه يعني على ما فيها من تعب وساعة الواحد يحس أنه هي لوست أو ما نجاح أو تعثر على ما فيها من خبرة على ما فيها من معرفة على ما فيها من هي أثرة شخصيتك مثل ما سألتني من هو محمد المطوع اليوم؟ محمد المطوع لو لا هذه التجربة يمكن أن يكون شخص ثاني صح صح شخصية مختلفة تماماً فـ 2001 طلعت على إيرلندا لدراسة الطب طبعاً كان اختياري ولكن دعنا نقول كان فيه توجيه بشكل عام من الأسرة أنه دراسة الطب الحمد لله كانت النسبة عالية أقول الله يحفظهم بدوم يبونهم دكتور يبونهم مهندس غيره ما شيء بالضبط الله يحفظهم طوال عمارة إن شاء الله ويرحم آمين الموتان نعم مسلمين فـ فكان فيه تشجيع من الله نعم أنه أدرس طب وانت كنت متقبل هاي الفكرة وتباها نوعاً والنسبة كانت زينة النسبة كانت عالية تشجع فاقشو شو الموس تشجيع فيلد اللي أنا أقدر أدخل فيه مم وأرجع في دهاي البلاد طب رحت أدرسط الطب أول سنة ثاني سنة مم ثالث سنة بديت أحس أنه أنا شو شو اللي ورطني في هالشغلة هاي This is not my field ثالث سنة ثالث سنة ولكن ثالث سنة أنت تقول لا ويت يعني أنت حين قطعت مشوار فـ Do you go back حين ثلاث سنين هي مدة الدراسة كلها ست سنوات أعتقد أكثر هي سبع سنوات هاي لكن أنا خذت مني سنة زيادة صار اتعثرت في سنة لظروف خاصة هاي فكان بقلي المهم كملت ثلاث سنين ثلاث سنين رابع سنة بدأ عندنا الكلينيكالييرز اللي هدام في المستشفى هني محمد قال لا This is not what I want to do أنا برجع طبعا كان في ضغط إن لا استمر كمل يا جماعة طبعا خلال السنوات كان في ضغط يعني أقول برجع بضرب يوتير يقولولي لا كمل خلاص انت حين وصلت نص الدرب تعرف سبحان الله أقولهم الإحساس كأن أنت تقول في خاطرك أنا كنت أقول في خاطري أنا وجهتي بضبي لكن أنا ضارب خط العين فحتى ربع يوم الشباب اللي كانوا معنا يقول لك الحمد لله خلصنا سنة أنا أقولهم والله أنا حسني تأخرت سنة سبحان الله لهاي الدرجة أنت ماشي في مسار أنت تحس أنه أنت تحس أنه مش مجالك فسبحان الله الخيار كان وائد صعب تقريبا في سنة 2007 بحول بعثة برجع أدرس أرجع أكمل طب في البلاد بشتظل وبأكمل بارت تايم من البداية أنا كنت أعرف هالشيء يعني كيف أقول لك تعجبني المباني حتى كنت أتنزل سيم سيتي إذا تذكر وإذا سأسوي وخطط لكن سبحان الله الواحد أحيانا تغيب عن الفكرة خلاص يعني يقول أنا قررت باب شفيات الطريج هذا هو درب في 2007 وصل حدي خلاص أنا لازم أرجع الأهل شوي تقبلوا الفكرة أنه خلاص ريال سيريس تبعوا حياتهم فقال لي شوف تبعوا شغل بنشغلك بنوعيك من ساعة ستة الصباح لكن شغلة أنت تطالع الساعة متى خلصت فريت اللي فيها تقلت خلاص بس أنا ما بوا قال هذه الشغلة ما تبعوها لعمرك هذه دمت الزن فراسي ما قدرت أني يعني أتغاضى عنها ورجعت طبعا كنت ما بين أنه استكمال البعثة أو دراسة الهندسة في جامعة الإمارات فكنت أخاطب الوزارة أقولهم خلاص حولوني أنا إلى تخصص آخر قالوا بنحولك إذا بنحولك بنحولك طب قلتهم أنا ما بقل طب أنا خلاص جامعة الإمارات يومية قالوا لي انتشاهات قديمة انت تعيد الثانوية ما نقدر نقبلك كمستجد أو تعيد أو يكون عندك ترانسفر كردت وانت ما عندك انت طب دارس وانت تبدأ تدخل هندسة شو بنا نحول لك بايو كيميستري فارموكولوجي وهني هام فيزيكس و و ماتيريال ولمور هاي فسبحان الله ربك ربك يبا يسر الموضوع ستوت لجنة وطلعوا مثل قرار انه اي واحد يشتكمل دراسة خارج البلاد للمدة سنتين يعفى من المواد اللي هي التعليم الاساسي يسمونا في جامعة الامارات وطلعوا تتعادل 24-26 ساعة ويش يدخلك الكلية ممتاز والحمد لله شي طيب دخلت الجامعة طبعا انا دخلت هندسة معمارية هندسة معمارية فروم سكراتش زين من طب لأركتكتش من طب لأركتكتش حتى قابلني الدين قبل الله عن قبل ويلاستيها نفسها اللي يلسة بس هذا طاولة أكبر دين امريكي كان جامعة الامارات حتى متصلتلي سكرتيرا قالتلي محمد الديني بيقابلكتلها يعني هل هذا part of the process قاتلا اصرار هو يختار حد قلت يلا الله يستر بس جوا يقول لي كاشو يغير هم صبب يا إنا نحن انا ويلا يلسين قال لي محمد شكرا لك وكذا قال لي لديك مستخدمة مستخدمة تخبرني لماذا نفس موازاج دين وكذا قال لي قل لي شو السال فاش راح تلقت الموضوع 1-2-3 ما شفت نفسي في الطب وانا ان شاء الله بحول الاركتكتش قال لي محمد قبولك يحتاج الى استثناء and I'm willing to do it for you هو كان امريكي قال I'm willing to do it for you but don't come after two years and tell me this is not what I wanted قلت لا I can assure you this will never happen قال لي I will keep an eye on your transcripts and your progress and go ahead خلاص ان شاء الله بتنقبل ودخلت ويانا التسقق ويصير طلع البطاقة ودخلت ماشاء الله طبعا كان ريس ابو أخلص 6-7 مواد على صيفي 6-7 على صيفي الحمد لله خلصت في 4 years and 1 semester ماشاء الله 4 years and a half أوكي اللهم لك ماشاء الله تخلصت من دراست الهندسة المعمارية بعدين بديت مسارك الوظيفي ماشاء الله أنت في جهة حكومية الحمد لله كملت كم سنة في هذه الوظيفة الحالية الوظيفة الحالية تقريبا خمس سنوات ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله المسار أو مشوارك الأكاديمي والوظيفة الحمد لله رب العالم يعني فيه فيه أمور وايدة نحن نقدر نستنبطها ونتعلم منها لكن أنا اليوم أبا تخبرنا عن مغامرات كرسي مغامرات كرسي الموضوع اللي رمسنا فيه أول يوم يوم تلاقينا خبرتني عنها اليوتيوب واللي لين الحين شال عليك شوية كتب سوية حلقة ونقصر فيها شوية نعم لأن ببطي هل نحن نقول دائما حتى أنا ومحمد هي أصلا هذه فكرة The Direction Podcast صحيح ونقول نحن اليوم المحتوى العربي يحتاج مثل هذه المواضية أكيد في مختلف المجالات صحيح والمحتوى اللي أنت تقدمه واللي شفناه في حلقة وحدة محتوى ضائع جدا مزاك الله فعلا نحن نحتاج لأن إذا تكتب لو تكتب بالانجليزي مثلا بتحصل ملايين من النتائج في البحث اللي أنت تضع في جوجل بتطلع لكم ملايين النتائج لكن بالعربي ما عندنا صحيح فباك تخبرنا عن مغامرات كرسي شو اللي يأب هاي الفكرة على بالك شو اللي خلاك أنت تدخل وتسوي هالمحتوى هذا أكيد بو عبدالعزيز أول ما استواتلي الإصابة طبعا استواتلي الإصابة في 2018 يمكن تكلمنا وياك ويا الشباب قبل الإصابة صارتلي في مسبح في مسبح المزرعة مزرعتني يعني ونقست رواسي في المكان الضحل اللي ما في موايد فصارلي كسر في العمود الفقاري وسببلي اللي هو الشلال النصفي في فترة مكوثي وخلال فترة العلاج في أمريكا أو خلني أتكلم عن مستشفى راشد بالتحديد أنا ما كنت عارف يعني ما كنت مقدر كمية خلنا نقول الضرر اللي صار أو كيف أن الحياة تتغير 180 درجة بالنسب لك صح أنت لم تستوعب لم تستوعب بعدني تول إصابة وبعدني مش مستوعب فبديت يعني سبحان الله هاي نعمة من رب العالمين بعد ونحث الناس عليها اليوم المعلومات متوفرة الواحد بس عليه أن يدخل ويبحث على الشيء اللي يبغي مثل ما اتفضلت دخلت إلى استدور مثل ما قلت عن محتوى سواء عربي انجليزي اللي هو أبا عرف شو اللي صاير عندي أنا كيف أنا بتأقلم على الحياة عقب هل فيه chances تريكوفر ولا ما في كثير أمور طبعا محاور وايد إن شاء الله بنتطرق لها كثير في مغامرات كرسي كذلك لكن الجانب الأهم هو كيف أنا تعامل مع الإصابة هاي شو الأشياء الإصابة ويمكن ناس كثير ما تعرف هي مش اللي أنت يعني هي مش الإعاقة الجسدية اللي أنت تشوفها فقط فيه أمور أخرى مرتبطة بالإصابة تنتج عنها وذكرت إذا بترجع للحلقة فيه كذا أمور أحيانا ما حد ينبه كلها وما تعرف طيب كيف أنا تعامل هاي كيف بيتعاملون وياي في هالحالة شو الأشياء اللي يحتاجون يوفرونها لي كمصاب أو إذا في أهل المصاب شو الأشياء اللي لازم يوفرون لياها فمثل هالأشياء خلتني أفكر يا أخي يعني مثل ما أنا عانيت خلنا نقول ما بقول عانيت تعبت في الحصول على المعلومة اللي أنا أبغيها اللي ممكن تساعدني أني أنا أتأقلم أتعلم على الترانسفر أتعلم على كيف أتأقلم مع الوضع الحالي هذا تغيير في حياتك بالضبط كيف أتأقلم فجأة هالنمط هذا تغير بالضبط بالضبط أو يساعدهم منهم خلنا نقول يتأقلمون على الإصابة والوضع اللي هم فيه حين أبغبطي بعد حين في شيء يعني وانا أتشوف الحلقة يعني يعني في بالي هالشيء أنه نحن يا جماعة اليوم يوم محمد المطوع ولا بدر نرمس في هالموضوع هذا ونعطي أفكار نعطي طرق للتعامل تراها مبشرط أنه one size fits all أكيد نحن أم أبد كاترة أكيد اللي يقول الآن أبو بطي من تجربة خاصة من تجربة تجربة أشياء هو سواها في حياته صحيح ومشاء الله الأثر واضح يعني الأثر واضح يعني في كل الأشياء التي تمارسها في حياتك الاجتماعية وربعك في وظيفتك فمشاء الله عليك ناجح لله الحمد ناجح اللهم لك الحمد فبالتالي يعني وائد مهم أنه نحن مثل هاي التجارب نعرضها للناس صحيح لكن هو مو برسكريبشن مو بوصفة أبدا حق الكل أبدا لكن خذ منها اللي تشوفها مناسب لك وحور أو برمج المعلومة الثانية صحيح بما يتناسب مع احتياجات صحيح وذكرت سبحان الله هاي نقطة بعد وايد مهمة يا أخي الإعداد النفسي للمصاب شو ما كان مهم وايد مهم جدا مهم عنا حد من الشباب طرف من أطرافه تعرض لإعاقة سوى حادث طرف من أطرافه صبع صبع واحد صارت له مثل إعاقة في هالصبع في وايد أمور مرتبطة وأشياء يسويها بشكل يومي مرتبطة بهالصبع كانت تحتاج إلى طريقة مختلفة قال حتى يقول حتى في الأكل ساعات لازم أنا تكون لي طريقة معينة وخذالي وقت لما أتأطلم مع الشيء هذا صحيح فالتجربة اللي أنت مريت فيها نزين أنت كنت في أحد المستشفيات نعم بعدين أعتقد سافرت برع نعم صحيح نعم نزين يوم سافرت برع عندهم مثلا أنا اللي كانوا يسوونها مثل علاج طبيعي وشفت مثل تمارين تحت الماء وها مثل فهي الأمور هاي كلها كانت هل عندهم جانب إعدادك نفسيا أكيد عندهم هالجانب أكيد خبرنا عن هالجانب هذا شو اللي عطوك إياه أنت أول ما توصل أصلا للمستشفى تقريبا يمرون عليك كافة الدكاترة دكتور الأعصاب دكتور البطنية دكتور العظام بالإضافة إلى الثرابيست هاي الثرابيست هاي الثرابيست أتي تسول فياك السلام عليكم بدر خبرني شو اللي استوى وياك شو تحس كيف تأثر أعضاء العائلة عندك بالموضوع شو الجوانب اللي أنت تحس نحن نقدر نساعدك فيها نفسيا وتتكلموا أصلا مجرد الكلام وأنك أنت تبدأ تطلع لأنه مرحلة صعبة بدر صحيح مرحلة جدا صعبة يعني الإنسان سبحان الله ما يعرف قيمة الشيء اللي عنده وقيمة الصحة إلا يوم يفقدها فأنت تشوف تقول يعني أنا واتا لوس في هذاك الوقت طبعا تحاول أنك أنت I will try my best to survive لكن ما يمنع أن الإنسان يعيش ياخذ وقت في الغريف صحيح ياخذ وقته خذ وقتك لأن إذا ما مريت في هذه المرحلة من الغريف قد تكون لها آثار عكسية في المستقبل آثارها سيئة جدا أنا دوم أقول أقول يا أخي إذا أنت زعلان قول أنا زعلان بيّن أنك أنت زعلان صحيح بيّن أنت مضايج بيّن أنت مضايج صحيح لا تغش نفسك وتغش الناس اللي حولك أبداً أنا مفتسة و أنا مرتاح لا فعلاً فأنت مثل ما تفضلت مرحلة صعبة فكانت هذه الثرابيست التي تأتي لسياك في الأسبوع مرة أو مرتين حسب تقييمها لحالتك تأتي لسياك تقييم حالتك كم تميت براها بلاك تميت يا بدر من سبتمبر شهر تسعة تقريباً إلى شهر اثنين تسعة عشره داعش يعني أربع خمس شهور أول اثنين رجعت الإمارات الحمد لله تميت طبعاً شهرين في المستشفى وعلاج مكثف علاج طبيعي وعلاج تأهيلي يعلمونك كيف تنتقل كيف تصير بس أبارجع لنقطة أنه أنت لا تبين أو تغش عمرك أنك أنت بخير وانت قلت لي ما شاء الله عليك إيجابي وكذا وهذا فالناس أحياناً تشوف تقول لك ما شاء الله عليه محمد يسير ويطلع بخير ما في شيء بصحة صح هذا هو بالضبط الشيء اللي يحس فيه محمد لما يطلع برا لكن ما يعني هذا أن محمد ما يمر في صعوبات ما يمر في تحديات خلالي تحديات يومية عرفت علي لكن إذا ما أقلمت نفسك ما عديت عمرك نفسياً لتقبل هذا التغيير بتتعب بتتعب فمحمد يحاول قدر المستطاع أن يمر في هاي التحديات اللي يشوفها يومياً لأنه خطوات إضافية في كل مرحلة من ما أنت يعني من نشتك من نقلتك للسيارة من طلعتك منها هي مثل خطوات إضافية أنت ما متعود عليها في البداية كانت صدمة يعني أنا هاب تدو دس ولازم أساوي تشدو لا لكن مع الوقت تتعود عليها صعبة لكن خلاص تبدأ تتعود عليها وتأقلم عمرك عليها الإنسان سبحان الله بطبعاً يتأقلم صحيح يتأقلم على أي ظرف صدق على طار التأقلم على طار التأقلم بطي سمحنا على المقابلة فأقول تأكيداً لهذه المعلومة سبحان الله إذا ييتك أنا في 2019 وقلت لك محمد شوف طلع من البيت ما شيء سلام ما شيء أموايا ما شيء زيارات ما شيء نزين؟ وبشرك بعد أقول لك تلبس كمام ما تتحرك إلا بدون كمام بدون كمام ما شيء ما ترون تصبح مكان بدون كمام بتقول لي ياهدس شو تقول أنت مستحيل سبحان الله قلت لك أبداً أقول لك تخيل إذا هذا الشيء ستقول لا مستحيل أبداً ما تخبره شقا ما أطلع كيف ما أصبح سبحان الله يتل جائحة بالضبط ويالسنا في بيوتنا بالضبط وأول فترة كانت صعبة على الناس حد من الناس ستقول لا أنت ما بتطلع بيتخبل أبداً بيجن جنونه مثل ما يقولون لكن بني آدم سبحان الله يقدر يتأقلم ورد مرة ثانية يتأقلم حد من الناس هدو حيات أقلم لدرجة أن تعال طلع من البيت الحين ما يبو يطلع من البيت خلاص مرتاح فسبحان الله وأنا واحد منهم على فترة هذا الشيء أقول لك تتأقلم من إنسان سبحان الله يتأقلم فأنت تقول فعلاً أن في البداية الموضوع ممكن يكون وائد صعب إلا يماتت أقلم لكن يبالة متابعة مثلاً ذكرت لي في الدولة التي أنت كنت فيها والمستشفى التي كنت فيها كان فيه شخص يأهل ويقول لك هذا اللي لازم تسوي تسوي هذا جداً ضروري جداً ضروري فالأشياء اللي هي اليومية اللي قبل تكون نوعاً ما من الأمور المسلمة مسلمات عادي تحرر أحينا لا يبالها طريقة ثانية ممكن نتويها ولكن بطريقة ثانية بضب مثل ما تفضلت يوم قلت الريال صبعة فأنا أقول لهم سبحان الله نحن يمني لسل التشهد حركة الصبعة هاي هاي أنت تتويها لا إرادياً هاي يعني شو النعم اللي نحن فيها أن الواحد يقدر حرك صبعة نعم يرمش بعينه سبحان الله نعم سبحان الله نحن نغافلين عنها نعم نعم سبك أنا كنت أبيب بطي وياي اليوم على فكرة زين كنت أبيب التصوير بطل هذا يعني شوف وجود مثلا بطي وجود عندك حر مصالح وياك في البيت تدعمك أهلك حولك الوالد والوالد الله يحفظهم أنا بطي he is my biggest support صراحة إن شاء الله he is my hero ما شاء الله دايما سبحان الله والأطفال يلاحظون حتى خلال الجلسات العلاج النفسي اللي كنت أسويها في أمريكا كانت تسألني شو ردة فعل بطي للموضوع كيف تقبل اللي انت تمر فيه طبعا بطي كان عمره ثلاث سنين هاي تش الفترة فبعده ما كان مستوعب شو اللي صاير بس اليوم بطي واعي وعارف أي يقول لي بوية تبا شيء أي بلك شيء أنا بأي بحول مثلا بأي بنتقل على الكرسي ما لي إخوز يوقف ورا الكرسي يروحه يبطل وهذا ويشل الكرسي او روحه فجانب المسؤولية عندما في سن في مسؤولية مع أنه في سن صغير لكن ما شاء الله عليه عارف ترا هي الظروف تفرض عليك أشياء وتعلمك بلظهر فسبحان الله بعد نفس الشيء أنت يوم تقول أن الشخص الذي يجد أمك هذا هو ناتج تحديات وأشياء مر في حياته بطي اليوم نفس الشيء اليوم يمكن هو عمره ست سنوات بس ما شاء الله في حركاته تلقى كان عمره 12 سنة بلظهر مر في تجربة نمت شخصيته وأثرت في شخصيته فهو ما شاء الله أنت تشوف من هاي الناحية هاي اتأثر وقام يساعد بالضبط وهذا الشي ما تتخيل أثر هذا الشي النفسي عليك أنت أنك تشوف يعني هاي النعمة من رب العالمين وكيف مهتم فيك وهذا روحها مثل ما تقول يسد جانب نفسي أو فجوة عندك مثلا أنت حاسب ضيج حاسبها تعالوا بيبطي تعال شوال فيها شوي تبخير بس ما شاء الله من اللي أشوفها حين وليت عرضها في حسابك ببطي وإن شاء الله الناس اللي حولك فعلا ناس تحبك اللهم ملك الحمد نعم من رب العالمي هذا فضل من الله سبحانه فضل من رب العالمي وهالشي هذا أعتقد لأي حد يمر في أي تحدي كان صحيح ما بيننا إصابة في الظهار أو شيء لا يعني شو ما تمر فيه من التحديات ضيجة حتى لو ضايج من شيء هاي الناس اللي حولك هذي اللي هم يشعرون هم داعمي بالضبط في توثيقك ليومياتك ببطي وايد من الناس يطرشوا لك يعني أن هالفايب وهالطاقة اليجابية اللي تعطيهم من خلال توثيق ليومياتك شيء هذا يأثر عليهم بشكل إيجابي كل يوم خبرنا خبرنا عن هذا هذا الهند كنترول مالي نازل من الكرسي طالع ساير الدوام فيقولوا لي والله يدخلوا علي ناس شباب وهي يكلموني يقولوا لي محمد نحن بس نشوف للسطوري مالك نحن 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 شخصيتنا نفسيتنا تتعدل إذا نفسيتنا هاك اليوم تعبانة أو ضايجة فأقولهم سبحان الله يعني أنا أتفاجأ لكن أقول دام إنه فيه مثل هالأثر يعني سبحان الله كيف أنت تقدر تأثر على إنسان وتخليه تحوله من حزنه إلى فراح أو تأثر عليه بصورة إيجابية تضيف عليه طاقة إيجابية تساعد أن يتخطى مراحل صعبة من حياته يعني هذه بروحها نعم وفضل هذه تضيف إلى حياتك حياة وتضيف إلى حياتك حياة سبحان الله يا أخي على هذا الطريق أذكر في إحدى الجهات اللي أنا اشتغلت فيها كان واحد من الشباب اللي هناك على كرسي على ويلتشير الريال يوصل قبل زملاء الدعوام ماشاة مع أنه على شرحك بعد اليوم يود بيني البروزس مع الشخص اللي على ويلتشير يركب السيارة ينزل يباله جهد يباله وقت يوصل قبل الكل يبتسم أكثر عن البوكين سبحان الله سبحان الله يمكن أن تلحد منهم ما يبتسم في اليوم إلا مرة مرتين هذا ما شاء الله عليه طول الوقت ما يبتسم مبادرات مجتمعية يشارك فيها تشوف حسابه في أكتيفتيز ونشاطات يسويها بشكل يومي يعني تقول ما شاء الله عليه يشارك هو في نادي من النوادي المحلية بعد يلعب أحد الرياضات المشهورة ما شاء الله يلعب كرة تسلى ما شاء الله فأذكر في هايش السنة يوم نحن نرمس فكان مصطلح تعرف المصطلحات تختلف حد يقول معاقين احتياجات خاصة المصطلحات مختلفة فأيامها في هايش السنة فقدت أقول حق مسؤولة فأقول لي يا أبو فلان تصدق والله أن يوم أشوف فلان أقول نحنا كنا لمعاقين ما هذا اللي مهم سبحان الله هذا ما شاء الله حياته حس يوم يحط راسه في الليل يرقد شو من أشياء سواها في يوم النجازات اللي سواها في اليوم أنجازات وهذه ترى تنحسب يعني يوم يومين شهر سنين هاي كلها تتراكم الريال عنده إنجاز عنده شيء عنده ثروة هذا في بعد عشر سنين ولا عشرين سنة ولا ثمانين سنة من حياته بيقول لنا شو سويت غيره سجل مشرف سجل عنده ويعني الناس اللي حوله ما شاء الله عنده فولوورز ما شاء الله وعنده ناس يعني يشوفونك قدوة وينما يدخل تبارك الله يضيف للمكان بوزيتف لازم تعرفنا عليه بابد العزيز ضروري يعني أقول سبحان الله بعض الأشياء اللي نحن نشوفها قد تكون عائق في الواقع هي مبعاق بالعكس ممكن هالشيء هذا يفتح بيبان يفتح لك آفاق أنت كنت لا تشوفها أصلا صحيح وغافل عنها حتى أنت يوم تقول التأثير اللي أنت تسوي على الناس يمكن أبو بطي إذا ما كان تعرض لهاي الإصابة ما بيكون له أثر على الناس أبداً بيكون معايش نفسه لنفسه بضضر ما بيكون له أثر بضضر وعلى ناس حوله صحيح ترى تأثيرك يوم أنا دونه أقول أقول يوم تأثر على شخص ترى هو مبروحة بس ما عرف شو اسم الأفكت هذا الربل أفكت الربل أفكت أيوه الكرة ما عرف شو المصطلح بالعربي لكن الحصائي عندما تفرها في الماء هذه الدوائر التي تطع تتسع 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 هذا بيرد البيت بيركب السيارة حرمتها في السيارة بيبتسم في ويها سبحان الله وبيرد البيت أثنين يبتسموا نزين الحرمة بتسير بتجاب العيالها بتجاب العيال وهي مستنسة لنتوها والعيال يبتسم وفرحان العيال يستنسون واخذ الدائرة هاي تتسع والعكس صحيح والعكس صحيح دخل المكشر هذا الموظف الفلاني مثلا عاملي بطريقة سيئة رد ضارة بالحرمة ما وده السوب هاكل يوم ما ساروا وهذا كله بسببتها الموظف اللي عامل بصورة سيئة سبحان الله فالحين إذا برد مرة ثانية على مغامرة كرسي أباك تخبرني شوي أكثر ببطي عن الاحتياجات اللي أنت شفت أنت تكلمت عن الجانب النفسي أو الجانب اللي الشخص هذا المصاب يهيئ لمرحلة يديدة من حياته صحيح هناك شيء ثاني تبقى تذكر لنا يا بعد والله يا بابد العزيز هناك جوانب كثيرة لا أدري إذا الوقت يسعفنا لكن نتطرق لها إن شاء الله موضوع التأهيل والعلاج الطبيعي طبعا في مصابين العمود الفقري العلاج الطبيعي هذا شيء أساسي وشيء يتم معك ببعض لبعض لماذا؟ في المرحلة الأولى من مراحل العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي أنت يالس تتمرن أنك كيف ترجع تمارس حياتك بصورة طبيعية أوكي هذه في فترة العلاج التأهيلي الأولى تمام بعد ما أنت وصلت لها المرحلة دعنا نقول لك من هذه المرحلة ودخلتها حين فيه رجعت لحياتك الطبيعية وتقدر تمارس يومياتك بما بالأشياء التي أنت تعلمتها على سبيل المثال كيف أنتقل أنا محمد من هنا على الكاوتش هاي لها بروسس ولها تكنيك معين ولها شغلة معينة وسأل في يعني عرفت كيف أرجع للي ما يعرف للي ما يعرف ممكن يضر نفسه أيوة بضضبط طريقة جسمك كيف تسحل جسمك كيف أرجع من الكاوتش على الكرسي كيف أحول على السرير وهذا كل ما تمر فيه في فترة العلاج التأهيلي كيف كرم كلا أدخل دورة المياه طريقة الاستحمام شو الأجهزة والمعدات أو الأشياء اللي أنا أحتاج أعيد ترتيبها من مسكات من منحدارات وهذا قلت في الفيديو الأخير يعني للأهل والهذا لا تحطون كرمكم الله لو نعال إذا عندكم حد على ويلتشير ليش لأن هذا بالنسبة لي عائق يومي بطوف نعال وساعات نعلوا وايد مثلا كرمك الله فأمور بسيطة مثل هاي ساعات أنت تدخل أنت على عجل ولا هذا فرعت نعال وروحت إذا عندك حد مثلا يا بيطوف نعال عند الباب تسد الباب فعرفت علي تعب ببطي ما تفتكر لها هذه ببطي لاحظتها مثلا عندك في بعض المسايد صحيح تلقى السلوب اللي يسوونه الزاك اللي على كرسي وأنا دايما يوم أذكر اللي على كرسي أقول مب مبلي شهرات ببطي شباب ويروم بتحرك أنا أتكلم عن واحد كبير في السن كبير في السن وعلى كرسي ما عنده هايش القوة فتلقى كرمت يعقون يصفون النعلة مثلا على المدخر هذا كيف بيعدي بالضبط ومرة ثانية نحن ما نتكلم عن الشباب حد بيقدر يتصرف شوي ناس كبار ناس ما تقدر لها تتعامل مع الكرسي بالضبط وذي كان منوفر يعني نحن الكلام قبل أكثر عن 10 سنين المباني اللي عنا مؤهلة لتلبية احتياجات اللي هم على كرسي قالوا ايه يا أبو عبد العزيز شي متأكدين متأكدين ومباشر كل مدير مركز يطلع على ويلشير ويلف المركز من الباركينج من الباركينج إلى المركز داخل كيف هذا اللي بيستوي وبعشر إن شاء الله أنا بكون في مركز من المراكز وياكم وبنشوف التجربة هاي كلها أقول لك ببطي عادة تطلع الأمور الحين الرد لموضوع أنه أنت يوم تشوف من من بعيد تشوف ممكن هي لكن يوم تدخل الدائرة وتمر في الـ هاي اللي نسميها رحلة المتعامل اللي ينتمي لفئة عند احتياجات مثلا معينة بتشوف أشياء ثانية فمثلا مركز من المراكز تلقى الموقف موجود موجود الباركينج مزين الرصيف كيف بيعدي حين من الشارع للرصيف تلقى هالسلوب كان ميسنج ما شيء ما شيء فأحيد أقول يلا نزين عدي كيف ما شيء ما شيء سجل بعدين عدينا في مركز ثاني مثلا يوم دخلنا شفنا الكاونتر لما يوصل على كرسي الكاونتر على مستوى النظار نزين كيف بتتعامل فأحيد حتى الموظفة يزهر لخير نشهد بتواجد لا أنت يالسل أنت وضع هذا المتعامل مثلا مثل غير ترى صح هاي الناس ما يحتاجون أن تتوخي لا التعامل عادي جدا مثلا مثل الباجين نزين كيف فهذا كان تعديل أنه أوكي بنزل طبعا هذا حين ما شاء الله في كل الأماكن التعييرات والذي فاقدين البصر يعني حتى المواقع الإلكترونية اليوم ما شاء الله حق اللي عند عم الوان كالر بلايندس عندهم الأمور موجودة الحلول موجودة فأنتكلم عن قبل فالكاونتر شي في مركز ثاني قلت مثلا فلان دورات المياه هو على كرسي هو مدير المركز على كرسي قال دورات المياه مجهزة ولا لا هي عادة هذي أكيد أمية بالمياه مجهزة الشعار موجود قلت لها يلا ما نصير وين قال قلت لها بندخل ما نشوف الحمام خل نشوف دورات المياه كيف صدق ببطي الحمام كان كرمت الباب الويلتشير ما يدخل قلت لها الحين أنت الكرسي ما يدخل إذا دخل كيف يتحرك الكرسي داخل كيف يدور ومرة ثانية لا تشوف الشباب كبير السن اللي حين هو على كرسي ما عنده حد يساعده كيف يتصرر في هالوقت هذا فسبحان الله هاي وغير عن السلوب تلقى مثلا المنحدر هذا ستيب كيف هذا يباله بطل عالم هذا بطل عالم عشان يصعد هذا حتى لو كان السلوب على الستاندرد يكون فيه صعوبة على اللي أنا أنا ألقى فيه صعوبة فما بالك بالناس كبارة أو تعبانين ومف في كل وقت أصلا بيكون عندها يتلقوها يمكن هكذا يوم تعبان يمكن هكذا يمكن أنا أقول أحسبها شهر ثمانية الحين وحر حر يلا تعال والباركينغ مثلا تلقاه بعيد في هالمكان كيف بيت صرف ومن طاقة عندها هالشي بهذا حليل مثلا يتحرك سبحان الله فوايد من الأمور الحمد لله لكن اليوم لله الحمد أنا هذا أرى وانت بعد تأكد أنك تعيش هذا وأرى أن الدولة بكل مرافقها ويعني مجاملة ولا بالعكس لا أرى في دولة ثانية أنا زرتها في نفس تلبية احتياجات الفئات المجتمع كلها يا ريال أمسات أشوف من فترة لو تلاحظ هيتطرق المواصلات يزاهم الله خير شفت الباركنات في المولات لا أعرف هذي تابعة للهيئة ولا تابعة لإدارة المول أعتقد لإدارة المول شفت الباركنات المخصصة حق الأسر يعني هناك باركنات قبل حق الذي على كرسي هناك باركنات تحصل شعار ترولي ما اليهال يعني شوف لأي درجة في مراعاة لكل فئات المجتمع وإحتياجاتها ومثل ما تفضلت بعبد العزيز يعني أنا كنا بنتطرق لهالنقطة شو جهود الدولة أنت قلت من زمان يمكن كان الوضع مختلف كيف وصلنا للي وصلنا لليوم اليوم اللهم لك الحمد في عدنا في دبي اللي هي اللجنة العليا لأصحاب الهمن براس شيخ منصور بن حمد براشد عدنا اللجنة الاستشارية لأصحاب الهمن ماشاء الله أخوك الحمد لله متوعظوا فيها ماشاء الله وهذه ترفع توصيات مقترحات تعديلات للتشريعات لللجنة العليا وللمعنيين الجهات في إمارة دبي اعتمدوا من من فترة كود دبي للبيئة المؤهلة كود دبي للبيئة المؤهلة شو البيئة المؤهلة اللي هي تهيئة الأماكن سواء عن طريق منحدرات الستاندرد مال دورات المياه عرض البيبان الباب سحب دواري ولا فكل هاي الأمور اللهم لك الحمد اليوم موجودة ومتوفرة والجهات المعنية في إمارة دبي تسعى أنها تحقق الكود والطبق على كافة مرافق الإمارة وأنا متأكد أن حتى في الإمارات الأخرى مثل هذه الجهود موجودة اللي لاحظتها ببطي في حسابك أنبطي الله يحفظها آمين يا رب وأشوف كأنها واحد فخورة فيك نزع الله خير وفي يعني من البوستات طبعا هذا اللي نحن نشوفه في البوستات صحيح ما نعرف شو التفاصيل صحيح ولكن اللي يبين من البوست بأن الله سبحانه رازق لك بشركة عمرك شركة حياتك اللهم رأيك اللهم رأيك اللي هي فخورة وداعمة لك نعم فأنا يريد لو تخبرنا عن دور مبطي وشو اللي يستوي شو اللي يتقدم لك والله يا بو عبد العزيز شو بقول تعجز الكلمات صراحة عن وصف الدعم اللي يتقدم من البطي من أول يوم سواء دعم معنوي دعم بالمساعدة بالهذا يعني أحين صاحب أكمل ثلاث سنوات على الإصابة في شهر شهر ثمانية يعني ما ما تفارق عينك شو تبقى اللي تبغيه يستوي حتى لو على تعبها وعلى هذا وتسويه بحب وتسويه بطيب خاطر كل شي تعجز الكلمات عن وصف أمبطي الله يحفظها وهي نعمة من رب العالمين فضل من رب العالمين أنه مثل ما قلت الله يرزقك بحرمة صالحة تكون هي شريكة حياتك في كل مفاصلها في كل أمورها دعم في الدوام دعم في التجارة دعم في في الحياة في التربية فأنت يوم تشوف الأدوار هذه يعني ترفع القبعة الحرمة مثل هذه الله يحفظها ويحفظها ويحفظها الحريم كلهم إن شاء الله الصالحات ويوفقها مبارك فيها موضوع أثر الكلمة اللي نتكلم به أحيانا أنت تقول مثلا كذا كذا أمور بسيطة أنت ما تفكر فيها يعني تتعقها تشذا مثلا كلمة سوالف ولا هذا لها أثر كبير ليش لأن أنا يعني طريقة تفكيري اختلفت بال باللي موجود عندي بالاحتياجات اللي موجودة يعني الواحد أنا أقولهم قد ما تقدرون حاسبوا على الكلام اللي يطلع منكم جدام سواء كبار السن سواء هاي الفئة لأن أثر الكلمة وايد وايد قوي يعني يا أما كلمة ترفعك وتعطيك دفع وطاقة إيجابية وتكون نفسيتك طيبة أو تأثر فيك تم تجلبها في راسك أنا يعني هذا الكلمة أنا هذا شيء ما بموجود عندي أنا هذا شيء خسرت أنا كذا فدخلك في دوام ملوب من الأفكار السلبية أنت في غينها فهذا أعتقد شيء مهم حتى موضوع محمد اللي أنا لاحظت مثلا كبار السن خلينا باخذ كبار السن شوابنا الله يحفظهم طوال في عمار حتى من الشواب إذا مثلا تلقاه يمشي بتقبض يدي بيتضاير نعم طبعا مش تقبض يدي أنا أروم ممشي تراني صحيح حتى لو تشوف إنه مشي بصعوبة وإنت أنت اللي ظاهر لك حين تشوف أن حركته صعبة لا بقادر يمشي لا ما يبه ما يبه ليش لأنه يضايق هذا الشيء أنت يعني أنت دائما أقول لهم أننا نعرف ومتأكدين أن النية حسنة أنت تبقى تساعد وما تبقى لكن ما لها على الشخص هذا شو هو يفكر يقول لا أنا ضعيف أنا ما أقدر أنا عاجز يرجعني هذا لموضوع يمكن الناس شوية تقول ليش محمد يقول تذى لكن أنا أبا أبيلهم صورة معينة محمد حين أنا يوم يا لسياك أنا ما أشوف عمري فيني شيء الله مولك الحم طبيعي متى يبدأيك هالإحساس إذا بنتقل إذا بهذا لما أدخل في بروسس الخطوات الإضافية هذه فساعات أنت طالع في المول ولا تكلم حد ولا حط بوست ولا هذا حد يكتب لك الله يعافيك أو الله يشافيك هذه دعوة طيبة يعني دائما الواحد يقول يزاك الله خير علىها لكن شو أثرها عليك أثرها وايد سلبي ليش لاتقول زي أنا ما في شيء أنا أنا ممريض أنا ممريض أنا بخير I lost something لكن أنا عايش حياتي طبيعي صح هذا غير عن المرض يعني مبهي حمى ولا مرض إذا أنت وأنا عرف أنها يا أي من حب ويا أي من حسن نية أكيد لا شك لكن أقول مثل هذه الدعوات أخفيها في نفسك ما علي ادعي لي في ظهر الغيب أكون لك شاكر بس يوم أنت تقول لي جدامي كذا مثلا أنا أتكلم شخصية يمكن في حد غيري يقول لا عادي طبيعي لكن أنا عن تجربتي الشخصية أنا أشوف أن أنا الله ملك الحمد ما في شيء في يوم حدي يقول لي كذا زي أنا شو يعني هل في شيء ناقص في شيء خربان فيه فهمت علي منها الباب بزاك الله خير يعني أعتقد المعلومات ما شاء الله اللي حفصلناها اليوم ببطي وايد استفدنا وتعلمنا وائد يباننا أكثر عن حلقة أنا شوف نزيل والله أنا حاضر وتشرف الله يحفظك ويسعدك ما تقصرت ما تقصرت شكرا على المعلومات شكرا على لي يا جمعة لازم نسيرون مغامرات كرسي وإذا ما حط حلقات حطوا له تعليقات وطالبوا هي لأنا يبالي حد يقول لي يلا حط 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 وبيشدة لازم يحنون عليك الناس شاء الله لا هذا هذا المخطط شو القناة هي اسمها مغامرات كرسي مغامرات كرسي مغامرات كرسي مغامرات كرسي هي ما شاء الله يعني حلقة وحدة هي حلقة وحدة أنا نزلت حلقة ثانية في الإنستغرام وفي حلقتين مب أوفيشل بس يبالهم إدت إن شاء الله وبعد بنزلهم في اليوتيوب بذن الله الإنستغرام موجودة فيه كافة هذا نحطنهم في الـ IGTV الأشياء الخاصة مثلا بالبيئة المؤهلة كيف تنتقل كيف هذا وإن شاء الله نوعدكم إن بتكون في حلقات ياية بذن الله والهدف الرئيسي منها مثل ما قلت لك أنك تفيد الناس قد ما تقدر أنها توصل لأكبر قدر ممكن من هذه الفئة ومن أسرهم ويكون لها أثر إيجابي هذا كل اللي نبغي الله يطول أمرك مشكور يا بو بطي الله يبارك فيك يا بارك العزيز مشكورين على استضافة واستمتعنا بحوارنا وياكم شرف لنا هذا الله يطول شرف لي تلاقي على خير على غير خير يا رب تلحيز الله يطول شكرا للمشاهدة